اشتركوا في القناة وهذا دير بالكم دائما ممارسة الطغاة والكفرة والفجرة بيحاولوا يجعلوا يفتنوا المسلمين وإلهم أساليب على فكرة في الدخول إذا بقدروا يصطادوا من هالفقهاء خصوصا اللي يأخذوا يعطي معهم وبعدين بيبدأ يحرف زي ما بدهم بيبدأ يحرف زي ما بدهم ولذلك في زمناته يعني الشيخ من الشيوخ الأزهر أباح الربا أباح الربا ليش طلب منه من الحكم الحاكم طلب منه بدون اسم ولكن نقل عنه أنه في حالة لما كان في حالة وفاة قبل ما يتوفى كان يبكي ونادم وتراجع لما شاف حاله قريب من الموت نقل عنه يعني أنه تراجع بدون اسمه يعني طالما تراجع بلاش نذكر اسم بكى وتراجع فيه بسقطه وذول الحكام يعني جاه بدهم إياك مش بس إنك لاحظه ها تنفتن وتمشي معهم في أمور الدنيا لا وتحرف الدين لأنه ما حدا بيقدر يحرف الدين زيك إذا بتكون يعني ملم بالدين لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوه كخليلة طيب هاي من ضمن المحاولات محاولات أخرى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها